موسيقى السابعة والنصف بتوقيت الجزائر ثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة نشرة الأخبار من الوطن الجزائرية والبداية بأبرز العنوين مصادر للوطن الجزائرية تؤكد احتمال حل المجالس المنتخبة تنظيم تشريعات مسبقة بعد تعديل الدستور ويحيى يعرض ورقة الدستور على البرلمان قبل الاثنين المحفل موسيقى تواصل إلغاء الرحلة الجوية وحجز معتمرين في مطار جدة بولطيف يؤكد أن شركته تتعرض لحملة إعلامية شرسة موسيقى دوليا وفي اليمن عصفة الحزم تكمل أسبوعها الثاني وتضارب في الأنباء حول من يقف وراء قتل أبرية وتنظيم الداعش يسيطر على ثلثي مخيم اليرموك السلام عليكم أكدت مصادر مطالعة لقناة الوطن الجزائري أن احتمال حل المجالس المنتخبة إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد تعديل الدستور وارد جدا أضافت أيضا ذات المصادر أنه سيتم عرض مسودة الدستور من طرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد ويحيا على لجنة شؤون القانونية للغرفة السفلة للبرلمان يوم الثاني عشر أو الثالث عشر أفريل الجاري على أقصى تقدير إجراء انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد تعديل الدستور قد تكون أحد خيارات السلطة وهذا لمنح الفرصة لجميع تشكيلات سياسية للمشاركة في رسم معالم الخارطة السياسية المقبلة للبلاد حسب ما أكدتهم مصادر مطالعة لقناة الوطن الجزائرية وتسعى السلطة بذلك إلى تكييف بنود الدستور الجديد مع متطلبات المرحلة القادمة خاصة مع تعاهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالقيام بإصلاحات شاملة تعزز الحريات الديمقراطية ومكانة المعارضة في الحياة السياسية وبالعودة إلى العارفين بخبايا السياسة في الجزائر فإن تعديل الدستور القادم سيمرر على البرلمان لتجنب تصادم السلطة مع العزوف الشعبي للانتخابات وبالتالي تفادي الإحراج أمام الرأي العام الداخلي والدولي وإلى حين الفصل في مصير وكيفية تعديل الوثيقة الأسمى في البلاد يبقى الشارع الجزائري متوجس ويترقب لما تبوح به المرحلة القادمة من رحاسات سياسية واجتماعية خلال المرحلة القادمة تنطلق هذا الأربعاء محاكمة المدير العام السابق لسونتراك وثمانية عشر متهما واصل سلسلة التأجيلات التي رفقت قضايا الفساد المبرمجة في الدورة الجنائية الحالية والتي على الرغم من قانونيتها إلى أنها لن تستمر لسنوات صبر ناديب يفتتح القطب الجزائي المتخصص بسيد محمد بالعاصمة هذا الأربعاء ملف المدير العام السابق لسونتراك محمد مزيان ونائبه المكلف بنشاطات المنبع والمتابعين بتهم مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال صفقة استيراد أنابيب الغاز وهي القضية التي استلح عليها فضيحة سونتراك تنين أطوار المحاكمة ستجري بمحكمة سيد محمد بعد أن أجلت ثلاث مرات حيث كانت مبرمجة شهر فيفريا المنصرم للصدعاء الشهود في القضية وممثل شركة شلومبرج فرع الإمارات ويؤكد عدد كبير من رجال القانون أنها ستؤجل مجددا بالنظر لتشعبها مثل سابقاتها من القضايا المتعلقة بالفساد ما فتح باب التشكيك في مدى قانونية التأجيلات وجدية السلطات في معالجة هذا النوع من القضايا قضايا التأجيل هو شي عادي يعني في بعض الأحيان المحكمات يعني تحتاج شهود في بعض الأحيان يحتاج الدفاع إلى استدعاء شهود وبالتالي يعني التأجيلات هو شي عادي لكن رغم قانونية التأجيلات هل يمكن لها أن تستمر لسنوات؟ قضايا لمدة سنوات بدون تحديد للجلسة هذا شي غير عادي لكن أنها تجد القضية في جلسة وتؤجل هذا شي عادي جدا وبين التشكيك والموقف القانوني السليم للتأجيلات التي تطال في كل مرة واحدة من قضايا الفساد يبقى باب الأحكام التي ستنطق بها المحاكم مفتوح على كل الاحتمالات أكد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة ليبرتي أن شركته تعرضت لحملة شرسة تسعى طرف من خلالها إلى ضرب سمعتها تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تعرف فيه الخطوط الجوية الجزائرية إضرابات وفوضى أدت لتأجيل العديد من الرحلات جليل بالحاج خلال سنة 14 و 2000 عرفت الخطوط الجوية الجزائرية عدة حوادث أبرزها سقوط الطائرات في شمال مالي غير أن المدير العام للجوية الجزائرية أكد أن شركته تتعرض لحملة شرسة الغرض منها ضرب صمعة الجوية الجزائرية كان فيه هذا الحادث وتكلمت في الموضوع من قبل الحادث هو خصوص طائرات جنبية طائرات أوروبية شركة أوروبية مع الأسف وشهدنا حقيقة بعد الحادث هذا 4 يوليو 2014 كانت فيه حملة خاصة في قنوات وفي جرائد تجاه الخطوط الجوية الجزائرية حاليا شهدوا نفس الشيء في مخص جرمن وينكس في الجرائد الألمانية وأوروبية هذا شيء طبيعي حتى لحقوا على السفيناء كانت طائرة هذه استدمت بخنزير في مطر وهران طائرة هذه قلعة وعودها بطت هذا شيء عادي في شركة طائران كل يوم أما عن ملف المعتمرين العالقين في مطار جدة فيؤكد بولطيف أنه تم توفير طائرة أجنبية لتقلهم إلى أرض الوطن نحن 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 في سعودية بين جدة وميدي نحن 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 بولطيف تحدث مطولا عن المشاكل التي تعرفها الجوية الجزائرية أبرزها تأخر الرحلات التي تمتد في كثير من الأحيان لساعات طويلة ما جعل المسافرين يتذمرون فضلا عن الإضرابات التي شنها موظف الشركة مؤخرا التي أدت إلى تأجيل الرحلات كما خلقت جوا من الفوضى وسط المسافرين كشفت مراسلة حوز قناة الوطن الجزائرية على نسخة منها موجهة لمدير العمليات الأرضية ومدير العمليات الجوية ورئيس المحطات في الداخل والخارج بالخطوط الجوية الجزائرية عن معلومات تفيد بإلغاء عشرين رحلة جوية كانت مبرمجة أمس المزيد في هذا التقرير الأسباب التي تم بموجبها إلغاء رحلات الجوية الجزائرية توزعت بين غياب عنصر من طاقم الرحلات سواء الطيارين أو مساعدهم أو الموظيفين أو مشاكل أخرى يمكن معالجتها بسهولة مصدر من الجوية الجزائرية وفي اتصال بقناة الوطن لفت إلى أن ما يحدث ناتج عن التسيير الذي وصفه بالكارثي واحتجاج الطيارين على هذا الواضع عن طريق رفضهم التحليق وأضف أنه بين الثاني والخامس من هذا الشهر ألغيت عدة رحلات أخرى في الخارج تأخر أو إلغاء الرحلات في الخارج تكبد الشركة خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة يقول المصدر بسبب ضمان إيواء المسافرين الذين تأخرت رحلتهم في فنادق وإطعامهم ونقلهم من وإلى المطار حيث تستفيد الفنادق وشركات الإطعام وشركات النقل الأجنبية من أموال الشركة الجزائرية هذه الفوضى في التسيير لم ترفقها معالجة متأنية للمشاكل يضف المصدر بل فضلت الإدارة الهروب إلى الأمام من خلال تعويض بعض الرحلات عن طريق تأجير طائرة أجنبية بكامل أتقمها وهو نزيف مالي آخر يثقل كاهل الشركة بعد أن خفت بريق مبادرة لففاس التي حوصرت بحسب متابعين بمقاطعة أحزاب التنسيقية التي تعتزم تنظيم مؤتمر للمعارضة في الأيام المقبلة من جهة وسطوع نجم الدستور التوافقي الذي بات ظاهرا للعيان من جهة أخرى فهل سينجح السكرتير الأول لعميد المعارضة الجزائرية في تحريك مياه مبادرته الراكدة نتابع مع حسن تكالي وكأن عميد المعارضة في الجزائر يحاول مقاومة حالة ركود استبدت بمبادرة الإجماع الوطني مبادرة وإلا مع بريقها في الأيام الماضية تعود لتغمرها تحركات أحزاب التنسيقية التي أبانت عن عزمها في المضي نحو مؤتمر للمعارضة خلال أيام مؤتمر ننقل إن أرضيته لن تحيد عن أرضية مزافران في نفس الوقت يعود الحديث عن مخاذ السلطة في ولادة دستورها التوافقي الذي بات واضحا للعيان بعد أن حملته قافلة مشاورات حذر فيها من حذر وغابت عنها المعارضة رسالة بعث بها سكرتير الأففاس محمد نبو يبدو من خلالها كمن يحاول شح ذهم من مناظلي حزبه الذين خاطبهم بالرفقاء وهو أمر يعكس بحسب متابعين للشأن السياسي مدى حجم الانقسام الداخلي في حزب كان في وقت مضى بعيدا عن سجالة الساحة السياسية إلى أن أدخلته مبادرة الإجماع الوطني ساحة السجال من أوسع أبوابه بالرغم من ذلك لا يزال نبو واثقا من أن تشكيلته السياسية عازمة على مواصلة تجندها من أجل تحقيق هدف اعتبره السبيل الوحيد لإحداث التغيير في البلاد السكرتير الذي قاد إلى وقت قريب جولات مكوكية حاملا ورقة قال إنها بيضاء سرعان ممتلأت بالشروط والخطوط الحمراء لتتحول من ورقة بيضاء إلى ورقة مثقلة بالشروط للإقتراحات وكأن جبهة القوى الاشتراكية يراد لها أن تلعب دورا ثانويا في مصرحية عنوانها السلطة منفتحة على الجميع لازال قرار الحكومة الأخيرة الرامي لا يقرار تقسيم إداري جديد بالجنوب يثير عديد التساؤلات ويصنع الحدث لدى سكان الجنوب بشكل خاص في ظل ضعف وغياب البرامج التنموية المواكبة لهذا القرار ما يجعله حسبهم قرارا لتهدئة الأوضاع أكثر من كونه إرادة حقيقية لتنمية المنطقة بالخير معافا محاربة البيروقراطية تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وتفعيل برامج التنمية بالجنوب كلها قرارات وشعارات فضفاضة يسهل كتابتها على الورق وإقرارها ولكن يصعب كثيرا تسيدها على أرض الواقع خاصة بعد قرار الحكومة الأخيرة الرامي إلى ترقية بعض دوائر الجنوب إلى ولايات منتدبة على غرار مدينة برج باج مختار وعدد المدن الأخرى التي لازالت تشكو ضعف برامج التنمية وقصورها على تلبية احتياجات المواطن البسيطة المضي في تطبيق قرار تقسيم الإداري الجديد يرجعه المختصون والمتتبعون وحتى المواطنون إلى أن الحكومة تسعى بمثل هذه القرارات إلى تهدئة تجاذبات الجبهة الاجتماعية بالجنوب يموتوا الناس في الطريق يموتوا أبيس هذه واحدة الثاني الولد يترد في الصحراء يجيب باش يجيبه شهرين وهو ينقل له 25 يوم والله 18 يوم ما تلا يستجل يلزم تعدل وتركتي فيه من جديد تمشي تعدل له حاجة ثانية باش ترده مولود في الصحراء والله مولود خلال هو مولود في الطبيب ألا هذا سياسة الهروب نحو الأمام هو الوصف الذي أطلقه المتتبعون على قرارات الحكومة الأخيرة فيما تعلق بمعالجة المطالب الشعبية لسكان الجنوب تحديدا رغم أن المواطن لا يحتاج إلى قرارات جديدة حسبهم بقدر ما يحتاج إلى تطبيق قرارات قديمة لا زالت عالقة في أدراج المسؤولين المحليين بالجنوب مضت عليها سنوات وسنوات ولا زالت دار لقمان على حالها بالخير معافة قناة الوطن الجزائرية بورج باجي مختار ورية أثر اليوم بمقبرة سيد مبارك بالعشور بالجزائر العاصمة جثمان فقيد الوسرة الفنية والسينمائية الممثل الراحل سدع لكويرات جثمان الفقيد شيع في جو جنائزي مهيب ذلك بحضور جمع غفير من ممثلية السلطات العمومية ورفقاء درب الراحل بالإضافة لفنانين وممثلين وكذا مواطنين جاءوا لإلقاء النظرة الأخيرة على أسد الشاشة سيد علي كويرات من روفقائي في المصرح والسينما منذ الاستقلال ومنذ نشأة المصرح الوطني تقسمنا الأدوار كثيرة في المصرحيات ويزلكم لا تنساوب لي قبل كل شيء سيد علي كويرات الرجل المصرح تعازنا الحارة للعائلة الفنانين وعائلة المثقفين سواء في الجزائر ولا في المغرب الكبير ولا في العالم العربي سيد علي كويرات كان رجل يحب المصرح ولكنه أيضا كان يحب الحياة كان يحب السينما ولكنه كان يحب الجزائر سيد علي كويرات هو أحد نجوم السينما الجزائرية والمصرح كرس كل حياة تعوف في خدمة الفن عنده كما يقول لك كاريا عنده حياة فنية 50 سنة عمر حياة الفنية سيد علي كويرات هي عمر الجزائر المستقلة الأخ العوفي يحمد من مدينة الأربعة جدنا أعترف الجانزة على أخينا العزيز سيد علي كويرات أخينا العزيز في قوله بنا أخينا العزيز لكل جزائر جزائرية وجزائرية في الداخل وخارج البطن أرحل عنا إذن الفنان القدير سيد علي كويرات عن عمر يناهز الثانية والثمانين عاما بمستشفى عن النعجة بالجزائر بعد صراع مع المرض سيد علي كويرات أول ممثل المسافر عبر الأزمنة كسب شهرته ليس فقط في الجزائر وإنما في العالم العربي حيث شارك كبار المخرجين العرب في أداء الأفلام الخالدة ولقب بأسد الشاشة بورتري عن الراحل لولد سليم بعد 82 سنة وبعد صراع مرير مع المرض رحل سيد علي كويرات بعدما غيبه الموت عنه كويرات من الأسماء اللامعة التي سطع نجمها في سماء عالم الإنتاج السينمائي ولد سيد علي كويرات في السابع سبتمبر سنة 1937 بالقصبة بالجزائر العاصمة البدايات كانت في سنة 1950 بالمصرح الوطني الجزائري وكان أول ظهور له عبر الشاشة الصغيرة في فيلم أبناء القصبة مسيرة حافلة بأجمل الأعمال الفنية والسيمائية شارك في عديد الأفلام التي تروي واقع الجزائريين إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال فيلم الأفيون والعصى وفيلم العودة تجار الأحلام وهروب حسن طير وغيرها إضافة إلى عديد الأعمال المصرحية هي أدوار ومشاهد تقمسها كويرات خاصة في الأفلام الثورية التي أبدع في أدائها ستظل رسخة في أذهان كل من عرف هذا الفنان القدير الذي خسرته الساحة الفنية في الجزائر وداعا سدالي رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانها في موضوع آخر وفي إطار محاربة الإرهاب على إثر كمين تم نصبه يوم أمس بوادي الأربعطاش قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملية لبومرداس الناحية العسكرية الأولى قضت على إرهابي واسترجعت مسدسا آليا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وهاتفين نقالين من جهة أخرى في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز تابعة للقطاعات العملياتية لكل من عنقزام وبرجباجي مختار وتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة سبعة عشر مهاجرا غير شرعي وخمسة وعشرون مهربا منهم خمسة جزائريين وعشرون من جنسيات إفريقية مختلفة كما حجزت سيارتين ربعيتين الدفع ودراجة نارية لقي تسعة أشخاص حطفهم وأصيب ثمانية عشر آخرون في تسع حوادث مرور وقعت في عدة مناطق من الوطن خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة وأوضحت اليوم حصيلة للحماية المدنية أن أثقل حصيلة قد سجلت بولاية بورجبوعي ريج بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين على إثر استضام سيارتين بالطريق السيار شرق غلب ببلدية المهير في موضوع آخر نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بدار الثقافة لولاية البويرة علي زعمون تظاهرة لمصالح الأمن الوطني ذلك لتعريف الزوار بمختلف مصالحها ووحداتها عبر التراب الوطني حيث قام مدير شرطة الحدود ممثل اللواء المدير العام للأمن الوطني بافتتاح التظاهرة بوضع كليل وردن والطرحم على أرواح الشهداء المزيد في ميكروفون عادل خالدي قامت المديرية العامة الأمن الوطني بإبراز جميع الوسائل التقنية والمجهودات المبدولة في سبيل محاربة الجريمة وكذا تقريب المواطن من شرطته وهذا من خلال إبراز جميع الإحصائيات والوسائل المادية والبشرية المستعملة في جميع المحاربة الجريمة بشتى أنواعها إلى مستغانم حيث نظمت وكالة الحوض الهيدرغرافي الوهراني بالتنسيق مع جميع المضراء الجهويين بالغرب الجزائري يوما دراسيا تضمن نقاط عديدة منها استعمال الوسائل الحديثة في الري والمحافظة على المياه الجوفية وكذا ترشيد استعمال المياه باعتبارها عنصرا هاما في التنمية سيف الدين علي في إطار السياسة الجديدة للمياه نظمت وكالة الحوض الهيدرغرافي الوهراني الشط الشرقي يوما دراسيا بقاعة المحاضرات لولاية مستغانم تحت شعار الماء والتنمية المستدامة ومن أهدافه تحقيق سياسة الترشيد والتطوير في استعمال التقنيات الري الحديثة في تحلية مياه البحر والمحافظة على المياه الجوفية من أجل تنمية الاقتصاد الوطني حاليا عندنا أكثر من 300 مليون متر مكعب لا رهي مصخرة هذه المياه مصخرة المياه الصالحة للشرب لرواق يعني بين الولايات لكل من وهران غير زان وكذلك تيارت شارك في هذا اليوم الدراسي مدراء وأساتذة مختصون في مجال الري جاءوا للحديث عن كفية المحافظة على الموارد المائية وطرق الاستعمال العقلاني للماء الموارد المائية وطرقها والدراسات تقامت بها وزارة الموارد المائية بسفا عما لغرفش مهمة أيها الأساسية لع ROB إهمة بسفا عمي بالكاستان لتنامية تقامت بصفد تقامت بسفا عمي بالأسلحة الأساسي لتنامية تقامت بسفا عمي بالسفرازات ويبقى إشراك المواطني ضروريا أكثر من أي وقت مضى من أجل وقف التبذير وحماية الموارد المائية من التلوث حتى تكتمل جهود الدولة التي تهدف إلى التنمية المستدامة نشرتنا مستمرة معكم مشاهدين من الوطن الجزائرية نستهل أخبارنا الدولية من جديد الأزمة اليمنية حيث اتهم المتحدث العالمي باسم عصفة الحزم ميليشيات الحوثي بقتل الأبرياء وإعاقة عمليات لغاية الإنسانية في وقت تحدثت فيه مصادر وعلامية عن خروج عصفة الحزم عن أهدافها عندما أوقعت غاراتها عديد القتلى والجرحى سند سديرة أسبوعان كاملا الاقتتال الدم والغارة المصوبة هنا وهناك أهم ما ميز المشهد اليمنية في هذه الفترة الحصيلة خمسمائة قتيل ومئات الجرحى من يقتل من؟ رياح عصفة الحزم تهب على ميليشيات الحوثي التي استأسدت على الشعب بعد سيطرتها على صنعاء ولكن صاريرها القاتل وصل إلى المدنيين والأبرياء وسط تضارب في الأنباء لترد التهمة من قبل المتحدث باسم العملية وتوجها نحو الحوثيين محللون يرون أن العصفة التي جاءت لتنق أجواء اليمن السعيد من ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران ترتبط بالدور الذي يريده وزير الدفاع الجديد الأمير محمد نجل الملك سلمان والذي يود الحصول على لقب مدمر الروافض ومن يقف وراءهم من الفرس وبالتالي تكون المملكة القوة المهيمنة الأولى في شبه الجزيرة العربية المتطبع لشان اليمني يرى أن هدف المملكة السعودية من هذه العملية هو إرضاخ الحوثيين وإجلاسهم بالقوة على طاولة الحوار أمر لن يتحقق حسبهم بالقوة وبأرواح الأبرياء غياب رؤية واضحة لمستقبل أفضل يتمناه اليمنيون بعد أن بث في قلوبهم الرعب بدل الأمن الذي كان مقرر يضع البلاد على شفا جرف هار سيسقط في أي حين ويقضي على ما تبقى منها يزور رئيس التركي رجب طيب أردوغان إيران غدا في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس تركي منذ أربع سنوات تأتي الزيارة بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي بين إيران والقوى الدولية حول برنامجها النووي والعقوبات المفروضة عليها تمهيدا لاتفاق نهائي أواخر جوان القادم ورغم أن الزيارة مقررة سلفا فإن الحرص على إتمامها رغم ما بدى من تلسن أعلمي حول الدور الإيراني في اليمن يشير إلى استمرار نهج تركي في العلاقات مع إيران يقدمها على أي اعتبارات أخرى ولأسباب أغلبها اقتصادية إلى مخيم اليرموك شرقي مدينة دمشق حيث شهد المخيم اشتباكات حادة بين تنظيم الدولة الذي أضحى يسيطر على تسعين من المائة من المخيم ولجان الفصائل وما تبقى من أكاف بيت المقدس ليسقط على إثرها عشرات القتلى سندسديرا في ظل حصار خانق وظروف إنسانية في غاية القسوة يقبع مخيم اليرموك تحت رحمة من لا يرحم حيث يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من هذا المخيم ويحدق خطر الموت بأكثر من ثمانية عشر ألف شخص يعيشون هناك هذا المرجأ لم يعد للفلسطينيين وحدهم بل ركن إليه من أهل دمشق الكثيرون بعد ثورة بددت أحلامهم فتشاركوا مع إخوانهم البؤس والشقاء ليجدوا أنفسهم في مواجهة الموت في كل لحظة التنظيم الإرهابي سيطر بحسب أنباء مؤكدة على تسعين في المائة من مساحة المخيم فأصبح ينشر قناصه على أصح المباني الذين تواجههم لجان الفصائل وقوات الدفاع الوطني وما تبقى من أكناف بيت المقدس الاشتبكات الدائرة هناك بين الموت والحياة أدت إلى مقتل واحد وعشرين شخصا اليوم وإصابة العشرات الذين يستخدمهم التنظيم كدروع بشرية فيما خطف ثمانون آخرون بين شاب وفتاة يواجه الفلسطينيون والسوريون سويا آلام الحرب دون مساندة أو دعم أو عواصف حازمة تحفظ عيشهم وكرامتهم فمن باع بغداد والقدسة لن يشتري دمشق قال مصدر في قوات الدفاع الكينية إن سلاح الجو الكيني قصف أمس معسكرين تابعين لحركة الشباب المجاهدين في الصومال ذلك في أول رد عسكري كبير على هجوم شنته الحركة الأسبوع الماضي على جامعة بشمال الشرق كينيا أضاف المصدر العسكري أن الطائرات قصفت المعسكرين في جوندو دوي وإسماعيل بمنطقة جيدو الواقعة على الحدود مع كينيا حالة الغيوم دون تحديد مدى الضرر الذي سببه القصف أو تقدير عدد القتل وفق المصدر أخبار دولية أخرى جمعها بالخير معافة في هذه المختصرات قال وزير المالية اليونانية نيس فاروفاكيس إن بلاده تعتزم الوفاء بكل تعاوداتها للدائنين الدوليين وأشار فاروفاكيس بعد رقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في واشنطن أن الحكومة اليونانية تسعى لإجراء إصلاحات عميقة في المقابل رحبت لاغارد بتأكيد فاروفاكيس نية بلاده تسديد دفعة قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بـ 460 مليون يورو في موعدها المستحق في التاسع من الشهر الجاري وتواجه أثينا مشكلة النظوب السريع لسيول المالية بسبب إيقاف دائنها الدوليين مدفعات خطة الإنقاط حتى تتوصل الحكومة الجديدة لأتنا التي يقودها يساريون إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات أعلنت السلطات الإيطالية أنها تمكنت من إنقاذ 1500 مهاجر كانوا قادمين على متن خمس قوارب انطلقت من جنوب المتوسط في خمس عمليات مختلفة خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية وتسببت الفوضى التي تعم ليبيا منذ أشهر إلى تكثيف عمليات الهجرة غير المشروعة أساسا من إفريقيا جنوب الصحراء انطلاقا من السواحل الليبي باتجاه إيطاليا ارتسمت ملامح الحزن والأسى على وجوه أهالي ضحايا الهجوم على جامعة غارسيا الكينية التي نفذته حركة الشباب الصومالي المتشددة الأهالي توجه إلى مشرحة نيروبي للتعرف على جثمين أحبائهم في مشاهد مؤلمة وفيما أعلنت السلطات الكينية عن مكافأة تقدر من 200 ألف يورو لمن يمدها بمعلومات حول المتهم بالتخطيط للهجوم الإرهابية الذي أودى بحياته نحو 150 شخصا أعلنت السلطات المغربية وفاة اثنين من مستكشف الكهوف الإسباني الثلاث الذين كانوا مفقودين في منطقة وعرة تقع بين مراكش وورزات جنوب البلاد وسقط المستكشفون الثلاث في منحدر يبلغ ارتفاع مئات الأمطار ما تسبب في مقتل أحدهم بشكل فوري قبل أن يلحقوا الثاني متأثرا بجروحه قالت الشرطة في بنجلاديش إن 24 شخصا على الأقل قتلوا وصيب عشرات أخرون بجروح جراء عاصفة شديدة لا سيما منطقة بوغرا الواقع شمالي بنجلاديش مسؤولون أكدوا أن نساء وأطفال كانوا من بين الضحايا فضلا على عدد من سكان العاصمة دكا وعيا بأهمية الطفل ومكانته في الحياة الإنسانية تعمل العديد من المسارح على تخصيص مصرحيات موجهة للطفل انطلاقا من المسؤولية الواجبة التجاهة كونه بذرة ديمومة الحياة واستمرارها حيث تسعى أو يسعى القائمون لتكريس ثقافة المسرح لدى الأطفال وتنميتها عد الخلدي المسرح أحد المظاهر الحضارية ووسيت لنقل الفكر وبث الوعي واحد أهم أسليب تنشأة الطفل يعمل على استثارة خياله وتنمية مواهبه وقدراته الإبداعية لذلك يعكف المسرحيون على الاهتمام بهذا النوع المسرحي لتلبية حاجات الطفل الفكرية وتطوير شخصيته باستخدام أشكال التعبير الجمالية الأيام المسرحية للطفل التي تعتبر تقليد يقوم به لمسرح الجهوي باتنا كل سنة مرتين مرة في العطلة الشتوية وثانية في العطلة الرابعية وذلك بهدف تنمية مواهب الطفل كما نعلم بأن مصرح الطفل ينشئ ويثقف وينمي شخصية الأطفال العائلات الجزائرية من جهتها استحسنت العروض المقدمة وكذا تنوع المواضيع المعالجة على الخشبة والبعد الجمالي والتقني لها ما يساهم في ترقية التذوق وملكة الإبداع لدى الأطفال الذين عبروا عن فرحتهم بمتبعة مختلف الفرق المسرحية هذه المرة في هذا المسرح لأنها كانت المسرحية غير بالمهرج إلا أنه اليوم صدقوني كانت متنوعة ستغيش كانت مسرحية ثارية ثارية من نوعا وكيفا أمام أهمية الأهداف والمقاصد التي يؤديها مصرح الطفل بقدرته على التواصل وجمعه بين اللعب والمتعة الوجدانية الجمال والحقيقة الحوار والألوان والموسيقى نجد العديد من المطالبين بضرورة إدراجه في المنظومة الطربوية ضمن المواد الفنية لترقيته في الجزائر نهاية الموعد الإخباري وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها مصادر للوطن الجزائري يتوكد احتمال حل المجالس المنتخبة تنظيم تشريعات مسبقة بعد تعديل الدستور يحيى يعرض ورقة الدستور على البرلمان قبل الاثنين المحفل موسيقى تواصل إلغاء الرحالة الجوية وحز معتمرين في مطار جدة بولطيف يؤكد أن شركته تتعرض لحملة إعلامية شرسة موسيقى دوليا وفي اليمن عصفة الحزم تكمل أسبوعها الثاني وتضارب في الأنباء حول من يقف وراء قتل أبرية وتنظيم داعش يسيطر على ثلثي مخيم اليرموك ألقاكم في مواعد إخباري أخرى السلام عليكم موسيقى موسيقى